لسه بندور على صغرات في قانون ما فاتتش سنة على نشأته لسه بندور على اتساق مع الاعراف الالولمبية والمعايير الدولية يبقى عندنا دستور بينص في اهم ما ينص في مادة الرياضة على انه يتم الفصل في المنازعات الرياضية بما يتفق مع المواسيق الالولمبية والمعايير الدولية ده نص في الدستور نص في الدستور او القوانين ومع ذلك تسمع اللي بانا المسخى اي شكوى تروح اصدار استقواء بالخارج هي كلامه خلاص هي شغلة بغبغانات يعني اي شكوى لاي جهة مهدد التدرج الطبيعي هوش معنى انت لما بتيجي تشتكي من لاعب ولا بتشتكي من مدرب بتلجأ للفيفا على اساس ان الفيفا ده مش جهة خارجية انت جزء من المظلة الولمبية الدولية بتقضع لكل مواسيقها وبتنطبق عليك كل معاييرها مش لسه هندور ونسمع كلام اصدار استقواء بالخارج طب استقواء بالخارج ولا استهتر بالداخل ما فيه استهتر بالداخل ما فيه فوضى في الداخل ما فيه عدم حسم في الداخل ما فيه عدم انصياء على قرارات الداخل ما فيه وزارة موجودة ولجنة اولمبية موجودة ما فيه اتحادات رياضية موجودة حاكم ما وغير حاكمة يعني تحكم أو تملك ولا تحكم فبالتالي صاحب أي شكوى بيلجأ للجهة الأعلى فتسمع الاستقواء بالخارج في ظل الاستهبال في الداخل هو ده مرخص هذا المشهد العبثي جداً اللي بيسود الحركة الرياضية فيما يخص النادي الأهلي فيه صمت النادي الأهلي طوال الفترة اللي فاتت ناس كتيرة فهمته غلط وإحنا أكدنا هنا في ملك وكتابة لجمهور الأهلي خليكوا دايماً وأبداً متأكدين من حققتين ثلاثة الحقيقة الأولى أنه الأهلي أبداً لن يستدرج ولن يهبط لمستوى خلاف أدنى من المستوى الذي تسمح به تقاليد النادي وأعراف النادي وقيمة النادي الأهلي ما فيش حد يجره لتحت كائن من كان وفي نفس الوقت لن يفرط أبداً في حق يمس الأهلي وهبة الأهلي وقيمة الأهلي ومكانة الأهلي لكن في حفاظ الأهلي على ثوابته اللي بتقبل الإنجراف والاستدراج وأيضاً اللي بترفض التفريط في حقوقه الأهلي له آلية وله طريقة وله أسلوب وله سياسته اللي بتخليه مختلف اللي بتخلي حضراتك فخورين إن أنتوا أهلوية واللي بتخلي كل الناس حتى من غير الأهلوية يحترموا هذا النادي في قيمه وتقاليده وأخلاقه ورموزه وسوابته إنه لا ينجرف ولا يفرط طب يعمل إيه؟ يتبع الأسليب القانونية الحقيقية والصارمة عشان كده مجلس إدارة النادي اللي خلص منذ لحظات برئاسة الكابت المحمود الخطيب استعرض الموقف اللي فات وقال قرر المجلس التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق كما ناقش بعض التجاوزات التي صدرت من البعض خلال الفترة الماضية وتمس النادي الأهلي وجماهيره وتحمل خلالها الأهلي الكثير من التطاول والإدعاءات الكاذبة بحق النادي الأهلي كلكم تابعتوها بحق النادي الأهلي وجماهيره ومسؤوليه والتزم مجلس إدارة النادي ضبط النفس طوال هذه الفترة ليه؟ ليه الأهلي أنتوا كنتوا شايفينه ساكت زيادة عن اللازل كنتوا عمالين تقولوا هو ليه ما بيردش هو إحنا هنفضل ساكتين كده لإمتى الأهلي كان ساكت اتساقا مع قيمه ومبادئه مترفعا عن الانزلاق إلى هذه الهوة المتدنية اللي الناس دي تقعد فيها ده مش مكان الأهلي ومش هينزل لها لو معرفش يشد الناس لفوق مش هيسمح لهم ينزلوا لتحت لهذه الهوة المتدنية وتاركا في نفس الوقت وتاركا الفرصة للآخرين لمراجعة موقفهم يمكن ربنا يهدي يمكن الناس دي تتعقل شوية وترجع نفسها يمكن شيء من ضبط النفس يفكر كل واحد بالتزاماته وباللي المفروض يكون عليه وللمعنيين بالأمر أن يتدخلوا نشوف مين مسؤول عن هذه الفوضى في الرياضة وتاركا الفرصة للآخرين لمراجعة موقفهم وللمعنيين بالأمر أن يتدخلوا منعا لإحداث دي بقى المسئولية دي المسئولية المجتمعية التي يستشعرها الأهلي ويدركها مجلس إدارته ويعرفها أعضاءه كويس نادي له هذا التأثير المجتمعي عنده هذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة عنده هذا الرصيد وهذا الإرث الحضاري المحترم عند اللي ما بيحبهوش قبل اللي بيحبهو بيشجعوه عارفين قوي قيمة النادي الأهلي فمش هيهز الأهلي هذه القيمة إدراكا من الأهلي لمسئوليته المجتمعية أنه ما يسمحش أبدا بتجدير السلم العام أنه ما يعكرش أبدا صفه السلام الاجتماعي أنه ما يتسببش في مشكلة بين الجماهير اللي بتحبه وإخوانهم وإخواتهم من جماهير الأندية الأخرى لأنه في الأول وفي الآخر الأهلي يحمل رسالة الرياضة بكل قيامها وبكل معانيها وبكل مفاهمها اللي عايز يفهم يفهم واللي عايز مايفهمش مايفهمش هو حر بس في النهاية على الأهل دور ومسئولية وواجب بيؤديه ناحية وطنه مش هيسمح أبدا أنه يكون سبب في توتير الأجواء أو تجدير العلاقات بين الجماهير بعضها وبعضيها البيت الواحد والأسرة الواحدة هتلاقي فيها مشجع متحمس جدا للأهل ومشجع آخر متحمس جدا للزمالك ما يكونش الأهلي برسالته الرياضية السامية اللي أخذها على عاتقه منذ نشأته واللي تحمل فيها الكثير من أجل ترسيخ وتعزيز هذه المفاهيم الرياضية اللي من الواضح أصبحت لغة غريبة على الناس غير الرياضيين اللي اقتحموا الساحة الرياضية فجأة وفي غفلة إنه الأهل ما يكونش سبب في يكدر صفوا هذه الجماهير ببعضها لأنه في الأول وفي الآخر إحنا مش في إخناقة إحنا مش في الغابة إحنا في مجتمع الرياضي دي منافسة الرياضية بكل ضوابطة وبكل معانيها فضل الأهل الساكت طال صبره إدى فرصة للآخرين إنه هم يراجعوا حساباتهم ومواقفهم وإدى فرصة للمعنيين بالأمر إنهما يتدخلوا اتساقا مع قيم النادي وسوابته إلا أن هذا الصبر أو صبر النادي الآلي اتفهم غلط اتفهم غلط دفع البعض للاستمرار في التجاوز إلى درجة فاقد كل الحدود الصبر اتفهم غلط دي ناس ما بتفهمش الرسالة دي ناس عايزة تعيش في وسط هذه الضوضاء وهذا الصخب وهذه الخناء دي ناس مش مدركة قيمة الرياضة ومعانيها ولا مسئوليتها حتى تجاه مجتمعها اتفهم صبر الاهلي وترفعه وهدوء وضبط نفسه غلط فسمح زي ما قال مجلس الإدارة سمح للبعض بالاستمرار في هذه التجاوزات وعليه وعليه قرر مجلس إدارة النادي الآلي وده اللي أنا قلتلكم من البداية خالص وأكيدنا عليها كذا مرة اعرفوا إن الأهلي لعمره فرط ولا حيفرط في حق آلية لكن له آلية له نظام لطريقته اللي بيحترمها المختلف معاه قبل المتفق معاه عليه قرر مجلس إدارة النادي الآلي النهاردة تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورا في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة تجاه كل من تجاوز في حق النادي الآلي ومسؤوليه وأعضائه وجمهيه كل الوقت اللي غلط في حق النادي الآلي هيتفع تمن غلطته وهيتفع تمن غلطته بمنتهى الوضوح وبالقانون بس مين اللي قرر ده ودي نقطة مؤسستية شوية من مجلس الإدارة مجلس الإدارة مش جهة قانونية مجلس الإدارة مع التقدير والاحترام لكل من فيه من قامات ما هو مش رجال قانون ما قدرش يقول نشتكي في نرفع القضية دي في الحتة الفلانية أو نقدم الشكوى للجهة العلانية مش بتاعته وما يضمنش ناحقة من خلالها النتيجة اللي هو عايزها فبالتالي زي العمل المؤسسي المنضبط حقيقة بيشكل النادي الاهلي أو بيشكل مجلس دارته لجنة قانونية رفيعة المستوى وبقول لكم رفيعة المستوى هدفها تبص في كل اللي حصل من تجاوزات في حق النادي الاهلي وجماهير وأعضاءه ومسؤوليه ورموزه عشان تقرر هتتجف كل الاتجاهات الزي هتقدم أوراقها وشكويها وقضاياها وملفاتها لأنهجها ولن يتوانى الأهلي ده تقديري في المضي إلى أبعد حد تتصوروه بشكوته وبأنه موقفه الناس تتعرف أن فيه ضوابط تجاه المجتمع الناس تتعرف أنه الأهلي لعمره أساء لهذا النادي أو ذاك الناس تتعرف أن النادي الأهلي أصلا ما هو اشترف في كل المتخانئين دول النادي الأهلي عنده رسالة وعنده دور وشفته الناس في عز ما هي بتتخانق والزعي والنواح والمشاكل الكتير المنصوبة الأهلي بيستلم عقد التجمع الخامس وبيستمر في مرحلة البناء وبيستقر تشريعيا من خلال جمعيته العمومية ويسلك كل الطرق القانونية والبنائية السليمة مش فاضي لشغل ياخد منه وقت كتير قوي في سبيل أداء رسالته لمجتمعه والأعضاءه والجمهوره يتفهم ده غلط لا نفاهمك بقى نفاهمك بالأصول وبالقانون وبالضوابط وبالاحترام وبالأحساس بالمسئولية ودي النقطة اللي أنا لازم أن الناس صوفوا عندها كتير لأن كل واحد بيننا عليه رسالة المجتمع كل واحد فينا عنده مهمة أنه يدرك البلد محتاجة إيه الأجواء والعلاقات بين الأطراف وبين الهيئات الرياضية مع بعضيها ما تستحملش الكلام ده أبدا الاحترام هو اللي بيسود العلاقة الطيبة هي اللي تبقى المسئولية تجاه البلد هو ده الأساس أي استثناء غير كده فقعه هتنتهي طالت والله إصرت هتنتهي أجلاً أو عاجلاً هتنتهي لأنه في النهاية لن يبقى إلا السليم ولن يستمر إلا ما فيه خدمة الناس والمجتمع قرر المجلس تكليف وتشكيل هذه اللجنة القانونية للمضي قدماً إلى أبعد حد تتصوروه حفاظاً على حقوق النادي وعلى جماهير الأهل وعلى أعضاؤه اللي تسألوا كتير الفترة اللي فاتت إحنا ساكتين ليه إحنا الأمور ما بقيتش كده لما هيلاقوا هذه اللجنة القانونية رفيعة المستوى رفيعة المستوى من الناحية القانونية والقضائية تتحرك بالشكل القانوني المحترم في كل الاتجاهات والقنوات السليمة اللي يجيب للأهل حقه زيادة واللي يرد الصعص عين لكل واحد تجاوز في حق النادي الأهلي بس بالقانون وبالاحترام مش بالتجاوز ولا الملسنة ولا الخروج ولا قلة الحياة اللي سادت دي مش لا هي طريقة الأهلي ولا ده أسلوب النادي الأهلي ولا يجب أن يكون أسلوب أي نادي خالص ولا دي لغة خلاف رياضي عندك مشكلة اتفضل اطرحها وعندك من الأهليات الكتيرة ما يكفي لو إحنا هنتبع ده أنت عندك في كل اتحاد فيه لجان وفيه تظلمات وفيه عندك لجنة أولمبية وعندك لجنة دولية وعندك محكمة دولية وعندك اتحادات دولية ليك من جهات التقاضي الرياضي والقضائي المختلفة اللي تخليك في غنة تم أن أنت تنزل لمستوى أنه ما يبقاش ده رياضة تبقى مكلمة ومجتمة والناس بتقدم رسالة في أسوأ حالتها وأقبح أشكالها للنشأ الصغير ما عرفش احنا الناس دي في دماغها النشأ الصغير ده بيتربع على إيه إزاي بتلوموا كل الشتام اللي بتسمعوها في الشارع إزاي هتعاقب لعب لما بيخرج عن نص إزاي لعب تجاوز وتلفز مشجع تجاوز وتلفز عايز أعرف هتعاقبوه إزاي هتعاقبوه إزاي وإنتوا بتقولوا أسوأ من اللي هو بيقولوا يعني إلى هذا الحد بنعتمد الشتيمة والسباب والتطاول والأعراض وكل السباب البغيض العجيب اللي بتسمعوه في الساحة الرياضية بعد كده هتسألوا الشباب ده تربع إزاي بعد كده هتسألوا الأطفال دي بتردد الألفاظ دي إزاي بعد كده بتتكلم على الساحة الرياضية بتعجب كل هذه الفوضى إزاي أعتقد وقفة النادي الأهلي بهذا الشكل المؤسساتي بالشكل اللي نحاس فيه للشكل القانوني السليم إنه شكل لجنة مختصة تجيب حق النادي تالت ومتالت ده كان قرار مهم جدا على جماهير الأهلي وأعضائه وأعضائه الإطمئنان على إنه فعلا ما ضاع حق وراءه الأهلي لكن يكون حق بالحق أيضاً في سياق آخر كنت شفت حضراتكم احتجاج الأهلي واعتراضه على فوضى التحكيم في الدوري وأعتقد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بما شاهدته هتظل حالة شاهدة على كيفية مش عايز أقول إنه انحياز لأنه يعني أنا أعتقد اللي حصل في ضربة الجزاء قبل الهدف يخلينا نقول إزاي حكم ممكن يلغي هدف هو شايفه ده لو سمعه في الراديو هيحسبه قلت لكم ده لو سمعه في الراديو هيحسبه من الوضوح اللي في ضربة الجزاء الحكم الخامس الكرة تحت رجل والمهندس عدلي شفاه الله وعفاه قال ساعدة ده أنا أسي من دي رجل ويلعبها بس مش عايز يحسبها والحكم جاي وحط الصفارة وبعد كده افتكر حاجة هي إيه الله أعلم خلته شل الصفارة من بقه الحالة اللي كان عليها التحكيم في هذه المباراة والفوضى اللي سائدة في الحالة الرياضية واللي اسمعنا معاها الكثير من التعبيرات الغريبة والعجيبة اهيه الراجل يدوب هيمد رجله ده شايف ان دي مش ضربة جزاء اهيه والحكم في الكادر التاني هتشوفوه كان جاي وحط الصفارة في بقه وحاجة معينة منعته الله أعلم طيب قدم الأهلي لو تفتكروا وقتها مذكرة لاتحاد الكورو وحدد شكواه النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقد جلسة في مقر النادي خلالها تم التصديق على الشؤون الخاصة بكورة القدم مع توجيه خطاب إلى اتحاد كورة القدم الحاكم بالخطابة الذي أرسله النادي الأهلي بيفكروا بجواب جديد بعد أزمة التحكيم في مباراة النتاج الحربي أكد النادي في خطابه الجديد على ضرورة إسناد مبارياته في الدوري بدءا من المباراة المقبلة إلى حكام من قارة أوروبا مع استعجال الرد على الخطاب السابق وهنا ليه أوروبا هنا فيه تدخل مصالح هيقولك ما احنا بنجيب حكام عرب حكام عرب في نفس المنطقة العربية عرضة لأي تأثيرات جايين وعارفين المشكلة فين جايين وعارفين أطراف النزاع فين جايين وعارفين مصادر الأمور فين إذن من البداية الاختيار ممسوس ممكن يكون حكام أفاضل ومحترمين لكن اختيارهم في هذا التوقيت في ظل هذا المناخ وفي ظل مصادر الشكوى والجدل الكبير المثار يخلي كل حكم بيشارك في تحكيم البطولة العربية بيشارك في تحكيم مباريات عربية بيتعاطى مع الاتحاد العربي في مباريات محطوط بن قسين ارفعوا عنه الحرج وانت أصلا مش عايز تجيب حكام مصريين متأثرين بكل الضغوط اللي انت حطتها عليهم هتجيب حكام عرب بنفس الضغوط وجايين بنفس الزهنية وبيعانوا من نفس المشكلة وهتعرضوا لنفس الاتهام وهتصرع حواليهم نفس الأقويل طب ليه؟ هو أنا عايز بس واحد أجنبي ما يكونش اسمه مصر وخلاص؟ فالنادي الآلي في جوابه ده لا يقلل من احترامه بالتأكيد للحكام العرب حكام الكرة العرب ولا من تقديره للحكام المصريين لكن كل هذه الضغوط المفروضة على كل الأطراف بتخليه يفكر اتحاد الكرة؟ لا الآلي بيطلب حكام من قارة أوروبا من قارة أوروبا بالتحديد هنشوف اتحاد الكرة موقفه إيه هيكون وصيرت كمان قضية حوق الرعاية أنا بقول لكم حلقة سخنة وحيكون فيها كلام كتير دي فقط بعض الأطباق المشاهية لغاية لما نجلس مع الأستاذ حامد عز الدين أمام هذه المائدة الساخنة بالحوار والموضوعات سحبت شركة صلة حق رعايتها مع النادي الآلي وشركة سبورتا للملابس أيضا مجلس الإدارة النهاردة ناقش الخطابات الوردة من شركتين صلة التي فازت بعقد الرعاية وسبورتا التي كانت مسؤولة عن عقد الملابس والتي ولتان طلبتا فيهما منفردتين ومن جانب واحد فسخ التعاقد مع النادي الآلي وقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق النادي بصوا الانضباط وبصوا الاحترافية وبصوا المسؤولية في إدارة العمل المؤسسي لكي لما الناس بتردد الأهلي بيعمل وفقا لعمل مؤسسي حقيقي اعرفوا معنى الكلام عشان كده الأهلي لازم يفضل مختلف ولازم يحافظ على هذا التماسك المؤسسي في عمله ما طلعش مجلس الإدارة بكلمتين ضد الشركة دي وكلمتين ضد الشركة دي وانتوا اللي خسرانين وانتوا يا ما هتشوفوا وانتوا شوفوا كسبتوا من ورانا ايه كل الكلام ده كان سهل يتقال وكان ممكن يتقال بتجاوز بس الآلي في سوابته بيحترم كل من تعامل معه اللي تعامل معاه اللي اختلف معاه اللي مشي اللي نفسه انت حر انت في منطقة ما شايف ان انا غلطان اوكي هذا حقك اللي بيحكمني انا وانت القانون هي دي لغة الشعوب المتحضرة هي دي اساليب التعامل بين الاطراف المسؤولة مش في قانون انت اخلت بالعقد وفسخته في عقد بيربطني بينه بينك في شهون قانونية بتتولى المسألة لو علي حاجة هتاخدها ولولي حاجة هاخدها بس اخد بالك انا مش هفرط في حق النادي الاهلي ابدا لان انا ما اخطقتش انت عايز تجامل عايز تباية عايز تعمل اي قرار يخصك ده بتاعتك انت لكن ما تحملش الاهلي تمن مواقفك او تمن مزايداتك خد اجراءاتك النادي الاهلي بيحترم توجهك وبيقدر ظرفك لكن في نفس الوقت بيحافظ على حقوقه بينه وبينك الورق والقانون والعقد مع التأكيد على انه شريك الاهلي كسبان بسألوا كل الناس اللي تشاركت مع النادي الاهلي رجعوا ارقام عقود الرعاية في العشرين سنة اللي فاتت وكالة الاهرام للإعلان كان بتبقى واخدة العقد بخمسة مليون يخلص العقد بخمسة مليون تدخل اطراف منافسة للاهرام الخمسة تبقى عشرة الاهرام يدفع العشرة يعني جرب المكسب مع الاهلي يخلص العقد بعشرة يوصل لعشرين يوصل لأربعين يوصل لمتين واربعين يوصل لنص مليار العقد الأخير محل الخلاف كان شركة صلة كسبة المزايدة بخمسمائة مليون جنيه عقد الأهرام والأخبار من خلال الشركة اللي عاملينها سوا كانت من ربعمائة وتمانين مليون يعني مؤسسات أو وكالات الإعلان الوطنية المصرية عرف قيمة النادي الأهلي وعرف قد إيه النادي الأهلي شريكه كسبان جدا وعرف قيمة تسوقية للنادي الأهلي بحقوقه فبالتالي تقبل مضاعفة القيمة يعني العقد اللي قبل منها يبقى متين واربعين اللي الجديد يبقى ربعمائة وتمانين أو نص مليار ده إدراكة لقيمة الأهلي في السوق فهنا أهلا وسهلا بكل من يتعاقد مع النادي الأهلي ومؤكد حيلقى كل فرص الاستثمار الناجح الاستثمار الحقيقي مش الكلمة اللي رائجة اللي يمون دون وفي نفس الوقت اللي لا يتشارك وعايز يمشي شكرا وجود لك في أي مكان تاني لكن ما اختلفناش ولا يمكن أبدا حنسيء لبعض ولا حنتبادل أي لغة أخرى غير اللغة المتحضرة القائمة على الاحترام المتبادل بمناسبة حوق الرعاية والاستثمار